خلال الحروب السابقة كان ينقل المصابون لمستشفيات القدس والدفة الغربية بسبب عدم تحمل الكوادر والإمكانيات الطبية في غزة ونقص الأجهزة المطلوبة بسبب الحصار سواء خلال الحرب أو بعد وقف اطلاق النار إسرائيل دمرت معبر إيريس وهي تمنع نقل المصابين بما يسمى بفك الارتباط كما قالوا الآلاف كانوا يتعالجون طوال سنوات العدوان المستمر من الإصابات الصعبة مثل بتر للأعضاء وعمليات قسور الرأس والحروق والعمليات الأكثر تعقيداً التي كانت تجرى أيضاً في مستشفيات الدفة الغربية الآن هناك إعلان إسرائيلي واضح بمنع نقل المصابين وحتى إعداد هذا التقرير هناك أكثر من 16 ألف مصاب ولكن بعيداً عن الحروب أهل قطاع غزة يتعالجون من الأمراض المزمنة والحالات الصعبة في مستشفيات القدس والدفة الغربية أولئك أيضاً لن يتلقوا العلاج ويبدو أنه لن يحدث هذا حتى بعد وخطلق النار أما مرضى السرطان الذين لم يتلقوا لغاية الآن جرعات الكيماوي أو العلاج الإشاعي فحياتهم في خطر بسبب الإغلاق حسب الهلال الأحمر الفلسطيني كان عدد المرضى العاديين يصل إلى معدل 150 لمستشفيات الضفة الغربية والقدس شهرياً الآن كل ذلك توقف حسب القانون الدولي قوة الاحتلال عليها القبول بنقل المصابين للمستشفيات إسرائيل يبدونا فوق القانون